الروتين الأسبوعي للرئيس الأمريكي جو بايدن بتمثار جدل وانتقاد من قبل كثير من الأمريكيين فرحلته إلى ولاية ديلاوير لقضاء عطلة نهاية الأسبوع اعتبرها البعض رفاهية زائدة عن الحد وعدم اكتراث بالإجراءات الاحترازية التي أوصى بها مسؤول الصحة الفيدراليين الذين طالبوا المواطنين بأخذ جائحة كورونا على محمل الجد وتجنب السفر غير الضروري البيت الأبيض دفع عن السفر المتكرر لبيدن إلى ديلاوير قائلا إنه مرتبط بمنزله الذي قضى فيه غالبية سنوات عمره كما أنه مثل الولايات في مجلس الشيوخ لمدة 36 عاما وكان مسافرا بانتظام في قطار أميتراك من واشنطن وإليها لكن هذا المبرر لم يقنع الأمريكيين الذين يعانون اقتصاديا بسبب جائحة كورونا ويرون في رحلاته نوعا من التبذير فالرئيس لا يسافر بمفرد وهناك دائما مرافقون له ومودعون من المسؤولين وإلى جانبي تقم رحلة سلاح الجو يضم حفل سفر الرئيس أيضا ضباط الخدمة السرية الأمريكية وموظف البيت الأبيض والصحفيين والعائلة مثل السيدة الأولى وهو ما يرفع تكلفة الرحلة رغم ذلك يرى البعض أن رحلة بايدن لا تقارن بما كان يفعله سلف دونالد ترامب الذي أنفق وفقا لمكتب المساءلة الحكومية ما يقدر بنحو 14 مليون دولار على أربع رحلات فقط قام بها إلى منزله المطل على البحر في ولاية فلوريدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر